سعدني أنا أستضيف أيضا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سيدة الوزيرة أهلا بحضرتك أهلا بيك صباح الخير صباح النور سيدة الوزيرة اجتماعات بنقول إنها مهمة للغاية لأنها تستطيع أن تقدم سواء لمصر أو للقارة الإفريقية لكن أيضا مصر شريك واعد لأنه عددنا خطة مهمة عددنا يعني البنية الأساسية التحتية اللي بنكلم فيه فكرة بقى الاستثمار ومثل هذه جهة ممكن تكون مفيدة فيها الأول طبعا البنك البنية التحتية الأسياوي البنية التحتية هو أنشئ سنة 2015 ويمكن كانت الفكرة كلها من إنشاء البنك أنه يبقى بديل عن البريتين وودز انستيوشنز أو البنك الدولي مصر من الدول اللي سهمت فيه منذ البداية وإحنا كوزار التعاون دولي محفظة مصر التنموية مع المؤسسات التمويل الدولية بنبقى بنتفاوض على هذه المشروعات على التمويلات الميسرة اللي موجودة يمكن هذا البنك اشتغل معنا على مشروعات قومية وأيضا مشروعات سهمت فيه تحفيز القطع الخاص فالـ AIIB أو بنك الاستثمار للبنية التحتية الأسياوي اشتغل في بنبان في 2015 ويمكن دي بتعتبر بالنسبة لهم من أهم المساهمات لتحفيز القطع الخاص في القرى الأفريقية خصوصا نحن نتكلم عن التحول الأخضر وجود التمويلات ميسرة لمساندة البلاد وخصوصا القطع الخاص على أنها تتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة أو الطاقة الشمسية أيضا موجود معنا في النقل المستدام عندنا مشروعات عديدة مع البنك يمكن نقطة أخرى ودي على خلفية قدرتنا على حجر التمويلات من مؤسسات مختلفة فهذا البنك اشتغل مع البنك الدولي في مشروع وأيضا مع البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية ودي يمكن لها خصوصية مع الدولة المصرية لأنه احنا بنقدر نوفق أكتر من شريك تنمية في مشروع واحد وده بيعتبر بالنسبة لنا نقطة قوة وبالنسبة لهم هما نقطة جذب كبيرة جدا لأن المشروع الكبير ممكن يبقى فيه تمويله من أكتر من شريك في الفترة الجاية عندنا مشروعات كتيرة جدا معهم هما مهتمين بالمنصة الوطنية النوفي وداخلين معنا في بعض المشروعات في تمويلها في منصة نوفي ليها علاقة بالطاقة وأيضا بالمياه وأيضا في الفترة الجاية هنجد زي جميع الشركة وجميع البنوك التمويل الدولية اللي بتدي أو بتمنح تمويلات ميسرة تركيزهم بيبقى مع القطاع الخاص أيضا دكتورة رانيا الاستثمارات ونحن في انتظارها في مختلف القطاعات لابد أن أتحدث طبعا ما بكلمة حضرتك لازم أسألك على هذا إلى أين وصلنا في مسألة الاستثمار إحنا طبعا الجزء المنوط بوزارة التعاون الدولي هو توفير تمويلات لمساندة القطاع الخاص وسواء كان قطاع خاص مصري أو قطاع خاص أجنبي هاخد بس مثال على مشروع زي سكاتك اللي هو موجود في منطقة قناة السويس لإنتاج الهايدروجين الأخضر هذا المشروع ممول من البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية في دمانة من البنك الدولي وأيضا في منح من البنك الدولي وبالتالي دورنا كتعاون دولي إن احنا بنقدر نساهم في جذب هذه الاستثمارات من خلال تمويلات ميسرة فبتعتبر مصر لها خصوصية في مثل هذه الأمور شكرا جزيلا دكتورة رانية المشاط وزير التعاون الدولي شكرا جزيلا لحضرتك